حباء ربنا يحاسبنا في يوم من الأيام المكتوب عنه ديان في كل الكتب رح توقف أمامه ورح تعطي حساب عن نفسك انتبه احذر قوعك تجازف قوعك تغامر قوعك تقامر في أبديتك في سبيل إنك ترمي كلمات هي كرمي الكتاب محرف ولا ما بتصدقش في صلب المسيح أو موت ونت ما عندكش ولا برهان ولا نص دليل ولا ربع دليل ولا شحطة من دليل قوعك تجازف في كلام انت بتسمعه طب بتحدك اقرأ الكتاب المقدس متل مألاف من الناس التي كانت تقاوم الكتاب وقرأت وتغيرت حياتها واليوم انت بتشوفها على شاشات التلفزيون بتبشر وداعية بيكلموا الناس عن يسوع المسيح قوعك تجازف قوعك تغامر أو تقامر في حياتك حياتك أنا بدعوك اليوم للرب يسوع المسيح يسوع حبائي مثبت له يشهد جميع الأنبياء شوف سيرته شوف حياته ولادته المعجزية حياته الخالية من الخطيئة النبوات 300 نبوة أو أكثر من 300 نبوة تمت في شخص واحد مين ممكن في هذا الوجود نبوة واحدة تمت فيه من فضلك احكي لي لكن ما ترمي أي كلام أنا بدعوك اليوم أنك تحط ثقتك في يسوع تقول له يا رب افتح عيني المظلمة افتح قلب المظلم قول له يا رب تعال اكشف عن عيني حتى أرع جائب من شريعتك قول له يا رب حررني من قيود الخطيئة من القيود اللي سكرت عيني مش شايف أي شيء وانا اليوم بصلي في اسم الرب يسوع المسيح ان الرب يعمل هذا الكسر ويفتح عيون كثيرة وان اليوم تتجرأ وترفع سماعة التلفون وتتصل وتقول في شيء صار معاك يمكن هاي نقطة البداية لكن بأكد لك اذا هاي نقطة البداية رح تيجي للنور الكامل يسوع المسيح الذي قال عن نفسه أنا هو نور العالم من يتبعني لا يمشي في الظلمة بل يكون له نور الحياة وليس بأحد غيره الخلاص لأن ليس اسم آخر تحت السماء قد أعطي بين الناس به ينبغي أن نخلص من بتجرأ يقول أنا هو الطريق والحق والحياة ليس أحد يأتي إلى الآب إلا بي لأنه يوجد إله واحد ووسيط واحد بين الله والناس الإنسان يسوع المسيح بغض النظر شو خلفيتك شو ديانتك من أحبائنا في الشرق الأوسط شوف أنا بتحدك في كتابك شوف أسماء المسيح ومواصفات المسيح ومواصفات المسيح والأمور اللي بيتكلم فيها عن المسيح قارنها بأي نبي آخر رح تيجي ليسوع المسيح بس من خلال قراءتك لكتابك وتشوف التمييز الفريد من خلال شخصية يسوع المسيح اشتركوا في القناة